تقويات المناعة طبيعيا علاج نقص الحديد نقص الفيتامين دال مرض هجاشة العظام النحافة والإمساك وفقر الدم والكثير من الأمراض بهذه الوصفة بإذن الله نبدأ بسم الله مع المقادير وطريقة الطهي أو التحضير طبعا الطهي يكون على البخار سوف نأخذ بسم الله ثلاث ملائق منه التين المقطع والمجفف والمقطع وسوف أضيف إليه ملعقتين كبيرتين من بذور الحلبة أو الحلبة طبعا واضحة في الفيديو وسوف أضيف إليها تقريبا خمس فصوص من الثوم المقطع أيضا إذا كان الثوم الأحمر يكون من الأفضل أقوم بتغطيته بإناء طبعا ثم أترك الخلطة حتى تطهى جيدا وتصبح بهذا الشكل كما ترون الثوم يعني كأنه مسلوق طبعا أزيل الوصفة في إناء آخر وأقوم بالضغط عليها بواسطة الفورشت أو بما تسمى باللغة العربية بالشوكة ثم أضيف إليها مقدار ثلاث ملائق كبيرة من زيت الزيتون وأقوم بخلطها جيدا ثم أحتفظ بها في إناء زجاج ضروري و لازم و لابد و مؤكد أن يكون من الزجاج طبعا أضيفه بهذا الشكل الموضح في الفيديو لعلمكم فقط فوائد هذه الخلطة العظيمة سوف أتركها في آخر الفيديو كاملة لأن لديها العديد من الفوائد على مستوى الجسم طبعا لم أريد قولهم في أول فيديو لكي لا أقوم بتطويله وبعد ذلك أيضا أضيف القليل من زيت الزيتون فوق هذه الخلطة ثم أغطيها وأحتفظ بها في مكان لا بارد ولا جاف وطريقة تناولها هي ملعقة صغيرة على الريق و ملعقة صغيرة قبل النوم ولمن يعاني من القولون فيشرب وراءها كوب كبير من الماء الدافئ يجب أن يكون دافئ وبإذن الله سوف تشفون من جميع الأمراض وكما قلت هي تمدكم بفيتامين دي دال أو دي طبيعي جدا 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 وكأنك تعرضت للشمس لمدة طويلة ولديها العديد من الفوائد الآن سوف أترككم معها فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بكل فيديو جديد ومشاركة هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة ولكي يعلم طريقة تحضير التين والحلبة والثوم يعني بالطريقة الصحيحة التي وضحتها في الفيديو أي سؤال أتركه في التعليقات ونبدأ بسم الله مع الفوائد تقوم هذه الوصفة بعلاج جراكم الكوليستيرول الضار حيث قام عدد كبير من الأطباء بالإشادة أن مزج التين المجفف مع زيت الزيتون والثوم يساعد في علاج جراكم الكوليستيرول الضار في الدم والذي ينتج عنه ويصاحبه الكثير من الأمراض والأعراض الضارة وأيضا الحلبة تقوم بتخفيض مستوى السكري في الدم مفيد جدا لضغط الدم حيث يقوم هذا الخليط بوقاية جسم الإنسان من ارتفاع مستوى الضغط بالدم وأيضا يتحكم بمستوياته طبعا هذه الوصفة رائعة وجميلة جدا في الوقاية من السرطان أو من الإصابة بالسرطان حيث أنها تحتوي على مضادات أكسادة بنسبة كبيرة جدا والتي تقوم بوقف انتشار السرطان لدى الأشخاص المصابين به تقوم بتنظيم مستوى السكر بشكل قوي وفعال وتقوم بحماية مرض السكري من الأثار الجانبية التي تصاحب ارتفاع مستوى السكر تقوم بالحفاظ على النشاط والحيوية للجسم وقوته أيضا وتمده بالعناصر الغدائية المفيدة جدا وذلك بتناولها بشكل منتظم كما ذكرت في الفيديو تحسن قدرات الذهنية والعقلية ويمكن إعطائها للأطفال بكيمية قليلة ربع ملعقة فقط أو نصف ملعقة في اليوم من هذه الوصفة تعالج اضطرابات الجهاز التنفسي وهي مفيدة عند النزلات الشعبية الحادة وضيق التنفس والنزلات الصدرية وتعالج الحساسية وتعالج الحساسية ولديها خصائص مضادة للاتهابات طبعا تقوم بتقوية الجهاز المنائي وتوفر له نسبة كبيرة من العناصر الغدائية ومنها مضادة الأكسادة والفيتامينات التي يحتاجها لتقوية الخلايا ومكافحة الأمراض التي تصيب الإنسان تعالج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وعصر الهضم وتقوم بتحسين عملية الهضم وتحفج جسم التخلص من الغازات الموجودة المتراكمة بالمائدة أيضا تعالج مشاكل الضعف الجنسي لدى الرجال حيث يساعد تناول هذا الخليط على علاج مشاكل الضعف الجنسي مثل العجز وضعف الانتصاب لذلك ينصح بتناول هذا الخليط بشكل يومي لعلاج هذه المشاكل ولديها العديد من الفوائد الأخرى بالنسبة للبشرة والشعر وكما قلت غنية بالفيتاميندال وتحد من نقص الحديد أيضا في الدم إذن إلى اللقاء